عند اقتراب شهر الصيام تكتب أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات وتتضاعف الاحتياجات والنفقات وتزداد منافسة الفضائيات ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها وأقبلوا على طلب الآخرة فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وباليسير من الطعام والشراب يكتفون وبصحبة القرآن يعيشون فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم